سيد المشاهدين مرحبا بكم في أول بودكاست معنا نرجع للحوارات وان توان اليوم سعيد جدا مستقبل ضيفي الأول في أول حوار لينا في الكادر جديد معنا ذيكيد سعيد جدا باش يكون معنا شخص نحبه نحن مبرشة هو سيري راب وراوي سيري راب مرحبا بيك مرحبا بيك يا سلام وان شاء الله كل شيء بالبركة شنين الأمور؟ الحمد لله عنا برشة ميناش بعضنا والله هي الموكان صيف عاد والكورة واقفة احنا بناتنا كورة شنو رايك في الكادر الساعة والحاجة اللي أبصلي عني بي أتمنى لك ان شاء الله التوفيق والنجاح وبصراحة أقول لك كل شيء جديد ورب يعطيك الوقت الطيب يعطيك الصح بيه تعودت بيه في البلاتو هكي نخليك على راحتك شوية اليوم مش مش نخليك على راحتك عملنا حوار قبل في إكسبريس كيفش كان الساعة حوالها ذاك والله هي عنده تقريب عامين أو ثلاث سنين نزلت عليك شوية فيه لأ كان مساعد في مستوى راقي جدا وأنا وقتها ما زلت سخون هكا مروح وقتها من الإمارات وسؤالاتك كانت طيبة جدا وإن شاء الله نواصل اليوم بيس تكون قطيب رب جسلا خايف الخدر في الليل رأي شيء آخر في النهار نوع وفي الليل نوع في الليل حاجه تبدل الأمور احنا عنا نتقابل ديما لحداش متاع الصباح الله مصلي عني اليوم حبي نشوفك في الليل تواقريبا لحداش متاع لي في 12 ساعة مواخرين ما عندكش حالة متحبش تحقي فيها كل شيء معناتها نرما ما نسق اللي نحب أنا أخويا شيء سبونطاني وخدبي مفتوح وكل شيء البرأ ما عندي ما نخبي تجربة في التحليل توا البريود الأخرى هذا الكل كيف يشتوف هالساعة؟ والله يا إسلام أنا بصراحة مانيش في وجهك خطر ما لو حاجة ما تساعدنيش أولا ما نجيكش أنا نخدم مع ناس لنحترمهم كما يحترموني عندي تجربة على أول مرة واحد من الإمارات تجربتي كان في برشة إدعاة وتلافز بس نحكيوا عليهم لي رايحك أندي رايحك أنا ما عندي ما نخبي وبشو نكون صريح معاك تفاجأت ريابي 38 سنة على تونس أنا عشت في كيرا واحد أنا نهب التخصيف كيرا واحد في الباقانس أنا عندي شاير ونص شايرين ما نتذهيش برشة وما عنديش برشة خلطة لكن كيرا واحد فجأت من برشة حاجات ودايور في باقانسيبسيون التونس كاملة تبدلت العقلية تبدلت برشة حاجات تبدلت لعليه ما نكدبش عليك لكن توا سافيت 300 مي ولا 4 مليارة واحد بديتن أخدم مع الجو بديتنعرف كل شي وبديتواحد كل واحد معناتها يعني تسوى الوقت الحاضر بكل صراحة أخويا سلام قدم واحد يخو حذروا وشوي عمليا كيفاش قام الاكسبرينس معنا في البلاتو هم تيانا والله خدتك شوف بصراحة فما دي بلاتو نرتيح فيهم فما دي بلاتو جولي ريفوس توا اكتويا المان لأول مشيد خدمت في دي بلاتو الكل من غير ما نسمي وخدمت في دعا وخدمت كل شي لكن توا وليت أنا بالاكسبرينس من 4 سنين هدوما وليت نحطات وليت داير داير أنا منيش عملها كوميرسيل رو فولفوترانفورمسيون حطك العلم رأينا نخدم فيها بغرام كيف كيف بصراحة ما ننساش فضرهم بصراحة ما نقدمش عليك عشت في 38 سنة بكل احترام ولا صارت لي مشاكل ولا واحد سبني هنا في تونس ستي نطر مضاليتي فجاءت من برشة حاجات اللي ما كنتش متوقع أنا نعرفك لتقلق برشة من التعليقات اللي يكتبوهم العباد على الفيسبوك التعليقات لا أنا معنتها نقبل الراي لكن بدون شاتب بدون سب بدون عندي عائلة وراية عندي أولادي عندي مرتي وانت كي تسبني علش تسبني ساعة أنا نقول لك إذا كان كلام ريضة بوراوي ما ساعدكش ما تسمعوش أولا ما نسمعوش وثانيا حتى حاب نكلم ولا نعمله نمارك نكلموا بكل لطف بكل احترام شوية خلاق يعني السبان لا لا ما يخلقونيش تقرأهم لا ما أما يحكيولي ها نقول لك حاجة أخرى شفت السبان والشتب والكل ولا واحد هو إن شاء الله يسمعوني وإن شاء الله هالكلام هذي يتعدلوا يوصل لهم أربع سنوات وأنا في تونس أربع سنوات وأنا في الأعلام التونسي ولا واحد نهار عرضني في الشارع وسماعني كلام خائبة بالعكس التونس اللي في الفيسبوك حاجة وفي الشارع حاجة خلالا مش نفسهم كيفه عجب هاي مش نفسه تونسي واحدة أخر خاطر نستغرب والله العظيمة يا سيدي قاسمان بالله هاني نحلف لك يا السلام الرجل محترم شعر وبيض يبوسني من راسي قال يراني يكلي بيست قلتوا مرحبا والنعم بيك قلتوا نتشرفنا قال ياسيب وراوي تعجبني في صراحتك وتعجبني في قلتوا أخويا خطر عليش فما حاجة مننا نعرفوها أسلام أفكتوا ميرش بي أمي كوليغ فما لي معنات هاي منعبش نقولي هاي القفة لكن ياسر منافقات ياسر نفاق ياسر نفاق النفاق ما عنده إني وصلك يزي مني نقول لك وانا رأي ممكن أنا الغارة مش إنتي لكن أختي دي حسب وجهة نظري إنتي تخلص فيها إنتي مقاعدني على الكرسي بشي اللي نشوفه والحقيقة حسب وجهة نظري اللي هي حقيقة ممكن أنا الغارة ما نقول لكش لها لكن من خير ما تسبني إنتي قلت لك لوبيست عرضك قبل كنت حنحسك محايد شوية وقالة تصطنع الحياد لكن البريود الأخرى وليت مكشخ بالدراب ومعناها تدافع تراجي بكل شراسة بح تسمي لي واحد في براتو من البراتوات كله اللي في تونس بتلفزة إذا عات لتحب يقول لك أنا محايد ومعندي جماعية تسمي لي واحد فاما فاما ما يفيد سنرجال بالي أمين كمون مثلا برشا لكن نكتب عليك الناحي خشمي من وجه نحترمك أنت طيب بس نحترمك مدامك تحترمني نحترمك لكن وقت اللي تطع تدراي وتخرج كلام ما وش باي وانا ولد التراجي مناحيش خشمي من وجه تربيك في التراجي ملوين تيج استفزك برشا استفزني بقى هلا غالب يفولك سيب تيج مش أقول لك أنا لكن زادة أنا يزمني زادة جميل كونترول أنا ما إلي إلا فاما ناس تفرش فينا لكن فل بعصعابك نخرج وحدنا غير مش في اللايف مش في الديريك نخلو يا ملوين فمش معقول الشي يدخل فيه مش معقول غارطة لكن نحترم رأيك تكلي فوبا يكزاجيري تبرش كلام صار حدث برانس يعني تتونتي معناتها أنا ما نتكلمش في الجامعية وعمركش سمعتني أنت يعني يا ربع سنين وعمركش سمعتني هي تخط النادي الفريقي رشوة ولا لتواء الرشوة ولا باعت ماتش ولا شرات ماشر الحكاية تريد ما نحكي إيش تكليل وقتل يتوني تتهم في شخصيات متع التراجي ولا في شخصيات نادي الفريقي هذو ما رجال خدموا الكورة طوروا الكورة عملوا برشا حاجات ضحاوا برشا مش معقول مرواين ما قال تراجي لا لا منيش حكي أنا مرواين نحكي بصيفة عامة تقول لي منعصب يوقت الناس معتيا أشياء أنا غرضة تينا في الإمارات نعطيك سكوب في الإمارات إماراتيين يقولوا لي تراجي إماراتيين إماراتيين شكون طالب شكون دخل لهم من كلمة تعالى تشكون بيرسور نعرف عطينا لا منساميش 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 توانسا توانسا من أشكون من طلصين توانسا لا لا تقول لي توانسا بيرسور توانسا هذين كل الروم يمنعيش في الشي هذين لكن تقول لي أنت ندافع ندافع لجماعيتي نكذب عليك يا خي يما فهم أشكوني يقول لك مفروس تكون محايد غادي فيه وين غادي وقت اللي تقول لي أنت محايد من اللي أنا محايد وقت اللي نشوف زميل أنكوليك خاعد خدامي على كرسي في براتو هو كله إناء بما فيه يرجح كل حد يرجح عنده قناعات وعنده مبابت وما يهموش في الناس الأخرى هو حبي يتكلم كمهب لا يدحك عليك أنت أنا ما يمنيش فيه أنا زال عندي مبادئ نحترم مبادئ أما هببا ما خريجي نخلك عليه عمريش سبيت جماعية عمريش تكلمت في حد من المستحيل من المستحيل ما نسمحجل نفسي ونعرف حدودي صحيح نتعصب متعصب أخذ تشوفك مع ذلك خاعدت تقول في كلام مني ما هوش معقول من حق تحبني نوافخك على حاجات اللي أنا ما نش مقتنع بها ما نجمش نوافخك خطر أنت مثلا توسي أنت إسلام تخلص فيها مثلا تعام عامل الجهرية وتقول في كلام ما هوش مقتنع بها تحبني نوافخك بيها ليش خرشت موزيك خرجت موزيك ما عاش ساعدني الجو مش هم مخرجوني رأوا هنقول هلك ونغير ما نسمي لك شكون عملتوا تاليفون قلتوا وجه ما عاش تشوفوا في موزيك على خطر لعبوا لي لعبة واسخة بشني اللعبة لعبة واسخة عملوا هذي حطيني كاميرا على وجه ثلاثة سنين أنا هنخدم على روحي غديك تعرف وقتها البيض تكونوا سينوردين ربي فرج عليه وقتها كان ما هوش موجود كانش كان سينوردين بطار غادي كنت نخل كلام اخر كي شنور حطيني كاميرا على وجه كنتي في بلاتور راديو تعرف اللي فهمها دي بغم باشن اللعبة تتفرش فينا تسمعنا وتفهمنا في بلاتور ماتش لكلوب بنجردين سجلت أو سجلت تكلوب هدف انترمي تستيلو في لقطة متعقش الهني عاش تلوم انت في الإذاعة وتلوم في العبدة لتصورك تلوم روحك الهني شبيري ضبوره يبارك لا نحكي وتوى عليك انت لا سمحني عاد بشوية عاد يا وفهم انا استكلمت في الموزيك على الدسبرانس والتوى يتكلموا لتوى يتكلموا على الدسبرانس لا 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 ما نحرشوش كي ملكية لكلوب لا 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 يدخلت يا بشفوة يا سيدي لو ما كانتش الكاميرا عليها اي اي وبعد انت قطي لعبوه يلعبه واسخة انت تعرف بلاتور راديو بلاتور راديو ما عالش تسمي في لعبة فادي كاميرا وانه ينجم تقول الكاميرا مركز عليك مركز عليك بس صدفال لا 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 ما ركيت الكليوب في افريقان بونت ولا واحد سينو ما فلص تكون محايد رادي لا 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 ما لي قدك نكذب عليك ما تحبش لكلوب شو ما نحبس لكلوب اي من حبس ما هيش جمعيتي لكن ما نسبهاش اي مش جمعيتيك بنقردان زاد ولا بنقردان ما هيش جمعيتي اي انت تغششت كي ملكية لكلوب اي بانا شنو نشكرا يعني تحبني نفرحة ما تشجعش لكلوبك تلعبها لا نشجع لكلوبك تلعب معي كيف بالبرة في نسلي تلعب كونتر شكون بنقردان مثلا كيف متشعريكا بيانسور سيتام باخريت ما ادي كونكورو متاعي هم بالاخرين يالاخرون ذا انا هكا اسلام بربحة بشفية والاخرين يفرحوا نكلوبستية لفي البراتويات وزا جاوبنا على سوادي كيدمانكي الاسبرانس يتربح الداسبرانس يفرحوا يفهمني قالوا كنت لعب مع إسرائيل نتجع إسرائيل هاي هكذا تحب نقول لك قالوها أولا دي قالوها مع هيفا كباني ولا سسمة كيف في إسرائيل قالوا لها نشجع مكابي حيفا أنا ما نوصلش نقول مكابي حيفا ما نجمش نقوله وهو حر ونحترمه اللي أخذ للتوقتي بالمناسبة نحب نسلم عليه ايش فيها ايش فيها يعني عملو لها مشكلة طاولة وكريسي وريداب وراوي مركات بنا نكليب أفريكان كونتر بنا قدرانة ولو حسينه هاي وفاة الدنيا كيفاش كانت عليقتك بالمحلين اللي كانوا غادي وقتها عليقتي حد الخدمة ساعة ولا ساعتين وكاو ما عنديش بيوم عليق وما نعرفه مش دايور عرفته موقتي اللي اتخل لتونس ما عنديش بيوم عليق عبيرت كما سامي كما وليد الهيشي مثلا انت عرفه مقبلا انعرفه كان كوارجي لعبه ماتشوات في الاسبرانسكاو ما عنديكش حالقابيط لا لا اليوم انقطعت فما عادش اتصال بيهم الولاد اللي خدمت معهم الكل لا لا ما عندي حتى كنت نخدم غادي ولا نها نعمل قريل بعض ساعت كنمشي بكري نلقى ساسمه حايدر الشيرني في القاوة نقعد معنا نعمل قاوة ولا وليد أما معناتها خارج الخدمة والكل نحترمهم كل واحد نحترمه في بوحده لكن اللي ما يحترمنيش ما نحترموش ونحبش المنافق فما يبوسني من رأس يقول لي يا بوري ركبابا ودرش نوع درش هو ورايا يتكلم في كنا ما يقول ما علينا باهك برشا يقول رضا براوي قلتك بش نكون قاسي معاك شوية اليوم وتقبلني خوض راحتك يقول رضا براوي قلب الفيستا كي نقبل يدافع على وديع الجري بعد ما تأحول وديع الجري يتبدل نزل في وديع الجري والله هاي الحظيمة أنا أطل فيها في الإمارات وديع الجري براوي بتعلي في دراسية ولا لي هكذا أنا لأنك الخاص أنت ولا غيرك إذا نهار من نهارات يجيب فيديو اللي أنا لن دافع على وديع ولن يضد وديع من يجي ضد شخص أنا ضد الأعمال والأفعال هو تسير الكرة القدم وليس شخص نحترمه ورب يفرج عليه إن شاء الله في أخر بوقت يرجع عند داره هذي حاجة لنهار وقفت معاه ولا كلمت وما عنديش به علاقة كنت تشوف أعماله في صلاح كرة القدم خدمتون سيئة وقت اللي كان وقت اللي ما كانش تيانا نجيبه في نتائج يا سلام تيانا نجيبه في نتائج ما كانش هذا كلام قبل ما كنتش تنقض ما كنتش من ناس اللي تنقض وديع الجري نتفكر مثلا جملة قلتها وديع الجري اليوم مراس حربة يلعب وسجل هدف براس مرمى لوزارة هاي لا وقت اللي ما اقتربح فما حاجة صارت وقت اللي جعل البطولة وقت اللي لوزارة ما كانت تحب بطولة تاريخ لا فلا ما نعطيه حق وهذا تقول دليل على كلامك سيئة 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 لأن من يش ضده هو كجغز وقت اللي نعطيك حق وقت اللي نعطيك حق وقت اللي نشوفك غلط نقول لأخوانك غلط سمحني لنهار تكلمت كلمة خايبة في شخصه ولنهار برشا تهيون نسمع في كلامها أنا قاعد نقول في حتى شي برشا ناس يتكلموا في كلام اللي شي دوخ لكن أنا ما ندخلش في هالمتاهات أنا نحكي على الشي اللي نشوف فيه على وضعية كرة القدم في تونس على تسيير كرة القدم في تونس ما عنديش مهم علاقة فما ناس عندهم انتريس من وديع الجري هو محرار أنا ما جوني أوك أنا انتري وهو نحب نعود نقول للك لا وديع الجري ولا غير وديع الجري صاحبي وخوية وكل شي تغلط رينقلك غلط هذا راي صارت مجادة بينك وبين سامي على كلمة في تونس بخصوص الموضوع مكي ما دوها انت جيت قلت لانت كنت من جماعة وديع الجري وبرك كنت من جماعة وديع الجري إذا وديع الجري عمل حاجة بايا من كلهم عمل حاجة بايا هو اللي عمله برشة سيئ وديع الجري في كورتونسي هذا أنا أنا ضده ضد 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 تسيير الكرة وليس ضده هو كشخص سأنه مرقرت بقى هو والله ما نعرفه ولا عمري ريته ولا مره سلمت عليه ولا سلم عليه كيفاش التحقت به البرنامج الزيك فيت ونسنا وقت كيفاش البرنامج فيت ونسنا بتاع سمينة الصحر بكار كيفاش التحقت به أنا كيفاش التحقت به بغلطة تعتبر غلطة بيانسور غلطة ومن سمحش نفسي فيها عليش غلط جيفين اموه شواء كيفاش كيفاش سابت الاموه الوقت يعني ما فما ناس نحترمهم أنا نختار البلاتو خطر شو ما نحبش ندخل في بوليميك ما نحبش ندخل في ماتهات اللي معناتها ممكن بضرني لكن شو أنا من نوع اللي البلاتو اللي نرتاح فيه نخدم فيه مانيش مرتاح مع شخص واحد قلك سمحني أنا يا اسلام ما نجيش سمح عليش بش منحبش ندخل عن كونفري مع انكوليك فما احترام فما ناس يتطرش فينا تو هذا نقول هو لكني كنتي الكلام هدايا لكن أنا ما نجمش نجي للشخص وقلو لا أنا ما نشرفش بنخدم معك لا ما نقول هلوش أما أنا ما نسحديش بنخدم بعض في بعض الأحيان في بعض البلاتوية مع بعض الأشخاص مع الالكسبرينيونس اللي صارت بندون لكاتران هدو ما يزي من نعرف فعلي ما شنية الحياة الحياة تجرب الحياة مدرسة تغلط وزيد تغلط ما لقيت شرحتك في البلاتوية ذك بانصير ما لقيت شرحني ما لقيت شرح مع كل احترام اليوم ما عاليش ما لقيت شرحني ما لقيت شرحني ما لقيت شرحني انت من لول تعرفه وما بداش تتوجه هاني خدتك غلط اه هاني خدتك غلط تول لو نعاود من لول وتوفى البلاتوية الكل بلاتوية ذكا ما عشتدخلو بانصير بانصير من غير ما نسمي بانصير بانصير منك نعم نعم باش تمشي تحظى في البرنام مش معنتها ما عندي حتى انا نحكي لك على الجو بتاع البلاتو هداك مات ماشيش معايا اي والغلطة اللي غلطتها اللي خديت بخاطر الشخص هدايا اللي هو شكو بنقول كده خلينا عفو لا 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 خليها سر خير مش الصراح لو نسميه مش المصرحته عليش مش المصرحته خدرة ما عملش حاجة بايا معايا ما عملش حاجة بايا بايا ما تسميه ما تقولي عليش عملش حاجة بايا مترا تكلمتني انت اسلام اخذ تليفون اخو ذا رضا امشي للبلاتو معاسي الصحبي وجماعة ودائر قدت هراني مسافر ماشي دولي لدبي قال لي سافر متوخرش في الصفر ورجع ورجعت وسمعت واخذت وقال لي وانا بشخلسك اوكي واضحين باهي يكي خرجت انا علش كنو طلب فيك ما تنسي تليفون اذا الشخص اللي قال لك اي نعم ما كنت ينتي دخلتني وانت عايش يدخل على اشي وما يتواصلتون كثير اذا ما ما فهمتش هو ما فهمتش هنما نخدمش بلايش هو مش يخلصني مش يخلصك هو 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 اللي يخلصني من الميدان الرياضي الشخص اذا ميدان الرياضي ايه فهمتني اخويا ما تزيدش علي يعط خلينا زهرين ناصبين عاملين كيف اي اي انا اخرجت من غادي وانت موهز تليفون اخلي زهرين اذا شبك اخرجت ما وسئل باش تعرف علاش وطلبتك انا خداش من مرة وما تنسي تليفون انا اقول وعيبانيك ما تشوفش انت حالا تلوحك في الموضع معاناتها سيئ معاناتها فاش قام يحطك هو غادي معانا ما نحبش نخول عليش متخفظ معايا اليوم اي 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 نعم فما حاجات ما نحبش نمس الناس باي نحسك معايا في البلاتور ساعات تلمح لبعض المحلين ما يعجبوك تلمح في الكلام اللي قولوه ما يعجبوك مثلا انت ما سميتوش لكن نعمش نسميه نحسك ساعات مستقصد سميه السليمي بالكلام ما تسميتوش صحيح حتى مرة لكن نحس الكلام اللي تقولو كأنه موجه ليهو صحيح هذا ولا شنو الكلام ساعك تلميحات شمتنا مرتيني عنيش متاع حمديست هاي في الجملة دي ما تقولها هانتي حمديست اكثر من الليزر صحيح صحيح مش هو برد فاسرين برشا مليش غالب ما تحصل في سمير لا لا خلي خليني من سمير سمير صاحبي اخويا بالمناسبة نسلم عني شو انا قتاو نخدم معاك ونعرفك السلام نسمع فيك اي خدمت معاك ونعرف اي ونعرفك شو كنت تحقي لانسانة ما عندوش مبدأ بكل صراح ما نحترموش خليك عن مبدأ بتاعك شو كنت تحقي قبل اللي هو شنو المبدأ كنت هكا واكا ضد 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 وقتلتولي ضد ضد مثلا طوى حمدي المد بولاباي عليش عليش هولا ما نعرف يزمك انت صحافي موش انا انت صحافي يزمك انت قلت انت قلت الجملة برشا برشا قلتها قلتها وعندك انت عندك انت في بلاتون تاعك انت قلت برشا ناس بدلوا الفيستا وقلبوا جاكات تخصف السميل السليمي انت واقعا لا بس انا قلتك برشا ناس ما قلتك شو واحد انا قلتك واحد بدل جاكات قلتك برشا ناس بدلوا جاكات خليك عن مبدأ بتاعك خليك عن مبدأ بي هو بدل الجاكيت انت كيفاش علاقتك بحمد المدب رئيس ترجل في تونسي علاقت ما عندي بي حتى علاقة مرتين شوفنا بعضنا وقتاش مرت الكوكديمانت في الإمارات قبلت أنا وعملت تصور أنا وحكيت معها وحكينا ومرو خلا مرتين يا في شنو جاءت المناسبة بشتقابل أنا ويا ميسف مش حتى كونتاكت بينياتك ولا حني كونتاكت نحترمه كرئيس ترجل نحترمه نحترمه كشخص في بيلي هو يسمعك برشة في الراديو هو بركة يا خيطوان سمحني عن سمحني باش رجعوك ينكمل جاوبني يسمعك برشة في الراديو يحترم مواقفك وفما حتى مرس تدعاك حب يقعد معك ولي يسدعاني نحو المعن وش عرف في لي يش نو حكيته حب يسمع لك في الترجل شنو سمحني عاية تقول انت قلت يا حمد المدي بيسمع فيها عالي دا واحد بركة يسمع فيها خدمت يروح نشدري خير برشة ناس يسمعوني برشة ناس يحبوني وبرشة ناس يسبوني شنو حكيته في اللقاء ذك؟ أنا لقاء أخوي تستدعاك؟ ما استدعنيش حتى مرأة؟ ولا مرأة باي في لي مرأة شنو حكيته؟ حكينا عن اسبانوس وطوروها بتاعك الكوب ديمون دي كلاب قلت خراوي فوفرها تنسيون نادي العين إذا بحثنا تروها زيرو نادي العين رابحتنا بخير تروها زيرو رأو نادي العين كيب كبيرة وكذا حكينا حكيت حتى مع معين شعباني وقتها ومترار ومعها اسمه مجدي تراول فما كل ما قلتها بخصوص حمد المدب عمت برشة جدلة في مواقع التواصل الاجتماعي قلت بكيت كي اسمعت حمد المدب بش يستقيل ما تشوفش مبالغ فيها الجملة شو برشة ناس حد من عائلته لسامح الله والله ما عافينا يموته حد من عائلة دمعته ثقيلة ما يبكيش وفما ناس حشاكو حشا خادرك كي تشوف سمحني في الكلمة كلب مات قوم نبكي عليه انتي دمعتك قريبة دمعتك قريبة اه يصحيح موش على حمد المدب هاوي اسمعتيا الاسبرانس مخلوغة قبل الحمد المدب انا عايشت فترة جدي زويتا الله يرحم محمد بن سماعيل عبد الحميد عشور ناصر بكناني هذو مالكل باه مسلم شيبوك انا اللي وقتها حيدر الشيرني عدلنا راسمبلين جينرالي دماني شغلت على اسبرانس على اساس حمد المدب لمح وانه سيترك التراجي رياضي انا اخوفي على اسبرانس على التراجي لها الدرجة لها الدرجة تحب التراجي تعالش تحبني نكتب عليك لا 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 تعالش تحبني نكتب عليك روحي هيديك روحي فما حاجة اسمحلي باش نقولها ما عفو يش لها دي الفون دي كرانو بتاعتلي الفون بتاعتليك شني اسبرانس اسبرانس اهيك الكاميرا اهي اسبرانس حب ليلة الشمس وقت اللي قال لي اسمعته بش يترك التراجي حمد السي حمد اخ عزيز وغادي ونحترمه كل رئيس التراجي رياضي نحترمه خدم جمعيتي لكن اللي بكيت برشا ناس قالوا لي حليبي وحريب ويغرت وبحليب ويغرت انا ناكل الساعة انا نحب ديما نكس كسكي بالحوك لحد ونشرب البن البن ديليس مش لازم نقول المالكة البن ديليس لا نقول البن ديليس ايش هاره ذي لازم يخلصنا عليه ما يخلص ليش انا نحب البن ديليس رب رحب لا يزي شنيه لا يزيت ديليس بتا حمدين مدب هي باقم كبش توقصوها في المونتاج بص ولا دي دب الرسك انت دبي التراجي كيفاش تشوفها اسناء مزال بكري مزالوا لغران شوك ومزالوا مزالوا مي اون برنسيب اون برنسيب عملوين المجهود معناها تاو نجم اقول في الاسبرانس تم دو جوور في شهر دون شاك بوست سي تريز امبورتان لانه شامبونان سنة طويلة تحسش في الملكات ومتا تراجي السنة متاع البنك اكثر منه ختشوفه كام في البلايلي اساسي تقريب هارين مش نقول كعريب لانه الاسبرانس شوف خدش من الواجهة بيش تمشي السنة شوف خدش من الواجهة ويزمك تقرح حسابك العقوبات تقرح حسابك اضطرت حاجة اخر نحن بنقولك علي برجا ناس عاملين حملة البشير بن سعيد ضايع معادي شدرشنو هو قبل لديش دخلك وانا كاسبرانس من حقي يلعب في الإيكيب نسونال ما يلعبش في الإيكيب نسونال برجا ناس عاملين حملة لماذا بشير بن سعيد خسر براسه في الإيكيب نسونال وقبل اللي هو رابي انت دخلك جمال هذا الحملة والقايد دينيا تم دخلك انا نحب جمعيتي الاسبرانس تكون رنفورسة انا نريد ان يلعب بشير بن سعيد يلعب بن حملة يلعب فتحلق داب الرأس هو حر انا الاسبرانس نخمم عليه في كثير من داع فليسيتاسيان على البرو على الركوتمان الجلسي كيف كيف الجلسي نجي من عب تمحور ونجي مع الملدفاص يلعب ليس لعبه ما يسير يجي نهار ومشي لعبه السياسة متقراج مفهم في بن محمد أمين بن حميدة واختيارات كاردوزو لم نيعبي تقريبا صيف كامير كان خارج الحسابات حتى مرجع شرينا تجديد عقد ما كانش أصلا مش يجدوله عقد وجاء بن محمد لكن اليوم رغم اللي لتحاكم ماخر في حسابات كاردوزو هو أقبل بن محمد كيف تفسروا هيفا هاي بشي أخلك علش في الركوتمان بالإمكان يدي شوى تسبيناس كنت عامل حسابة عن العابدي وماكو لاخر دقيقة عن العابدي وقت ناخذ عن العابدي ونجيب بن محمد ستة شوى رغم اللي أنا نحترم بن حميدة انطنك جوار اجيو واكو سو جوار وكأنها حمل عدي أنا أقول لك قاعد يعطي تنظم والدليل الملكة بونت أريرجوش يشارك في الهجوم معنتها أنا حسب وجهة نظري المتواضعة اذاك طول الاسبيب والذات أنا نشوفه بالنسبة ديانة بن حميدة يزوي يكون موجود في الاسبانوس تراجة هزل بوتول أصلا ما قدتك ما زل بك لا في رأيك هي والكلوب ومستير يتوال اسفاقس السناء مش اسبانوس برك فماشي اخترانم بتاع الشلاغم ولا حاجة الشلاغم في أبوظبي هنا ما نجمش نحي الشلاغم فقط هنا فما ناس يتكلموا ع الشلاغم أنا عند خلق لحجمتهم بعد جمعة طلعوا فما ناس ما تطرعوا مش الشلاغم حياتهم كاملة شكونا ماذو برشا شدينها في الشلاغم مش شلاغم مش شلاغم خطرت أنا ما يخطقني فما حاجة ولو كل ريال مدريد شدوا هالي التوى ريال مدريد كل ما وهزها الريح وتقالت لبرة موش في تونس كل ما تقالت خطرة واحد حبي زعمها يصغرني قلت لوا أنا قل قاعد يعطي في دروس بتاع كورة تقدمه القاعد على كرسي ودرش نوى قلت لوا أنا وقت اللعب في ريال مدريد بتاو تحب ننهب تترى أنا وريك أنا نعرف نلعب كورة قلتوا وقت اللعبت أنا في ريال مدريد أنت ما زلت ما تولدتش شد نوال لتاو نبيل معلول نعرف علاقتك كبيرة بي أخويا لكن يبدو لي يدغش منك شوية اللعبت علاش نعرف نسأل فيك أنت والله هو حر وانتخدته على كلمة اللي قلتها مع عزب الطوز أنا أنا خدت أخي مش في نبيل مش أولا تترجي مش وقت أتكلمت أنا مش هو إيراني أولا مسؤول سعر جايب لك شرارة ولا شنو وغير شدي لك غارطة وهذا وجهة نظري متاعي يا إسلام ينزمنا نفم وبعضنا راه وجهة نظري متاعي قد تكون غارطة لكن أنا قللتش من احترام من نبيل نبيل حاجة أخرى قال في رمضان ينزمنا نلعبه في الليل جاوبته وانا في ستوديو قلت يا نبيل أنت لعب في الليلة في رمضان ما عاجبت تقول كلمك تصل بك بابا يراني في الاسبرانس يقول اخسرنا على خات نلعبه في رمضان في النهر نجاوبه يقول يا بابا يز يا بابا معناش تيرانات معناش يضو يضو ما فهماش من وقت كانت الشمبينات تلعب في الليل هو نبيل كان نلعب في الكرة ولا لا لعب في الاسبرانس ولعب في رمضان ولا لا لعب تيرانات عندهم ضو هيا رادس باه نلعب في الليل يمكن نمشي المتلاوي ونمشي الجرزيز ونمشي البنقردان ونمشي البخايا عدوما عندهم ضو واف تيرانات في الشمبينات ما همش خالي نلعب باجا ما عنداش تيران دي كلوبي ربريزنت التونيزيين هم بادو تيران مش نلعب لالشمبيونز ليك في الكوب مريقلا 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 حدك لفدك تخونش عني بتغتش نلعب ولعبة باش نختارهم منها احصل لعبي في تاريخ تونس بسميلك مجموعة من لعبية وانتي تفاضل مبيناتهم باي نبدأ يوسف المساكني زهير الزوادي يوسف المساكني بربي يقفتو بللي بربي سمعنا جماعي بيش تغتش عني زهدك لبستية لا لا لعبة لعبة ما هي إلا لعبة وكل واحد وكل واحد حر في رأي باي يوسف المساكني زوبير باي بشوف هذا نوع شو أنا راني كونتر كان بنش نفاجئ كرا وانا كونتر يقول لك الميور جوار كأنك تقول لي مثلا القرى دي ما ميش وياسين مريح محسن يتنجم تقايمة بيأيتهم من ناحية التاريخ الألقاب أشقدم للمنتخب هذا هو فحو اللعبة معناها يوسف المساكني بارك الله علي نحن ديبلوماسية وجاوبني باي أنا ديبلوماسية بارك الله باي كونت اختا زوبير ويوسف المساكني زوبير زوبير باي اسكندر اسوية اسكندر اسوية اسكندر اسوية عياد الحمرون عياد عياد الحمروني وبعاه عادل السليمي عادل السليمي عادل السليمي فماش ما يرضى علينا بركة عليش ما تغش할يك قلت انتي انا قلت سمير انا ما قلتش عاد اه ها سمير سمحني سمير السليمي احسن من سمير احسن من باي اا نكمل عادل السليمي ومعه حمد العقربي حمد حمد العقربي ترق底اب ترق berryب ترقذياب طرق بياب اخباء بلندور طرق بياب ورغم اولاد جمعيتي ونحبهم الاثنين اولاد بلدي نحكي لك تاريخ ما نقولتي عن تاريخ هذا ما يخب بلندور ميور جوار في افريقيا هل يعخل نجيته لما يمشي نهراسي عملت برشا حاجات باية في الكلب افريكان هدي بياري برشا حاجات باية طرق عمل زد طرق العب في ليكي برنسون اكثر من هدي بياري فما تاريخ ونحبش لهدي يتغش عليها طرق بياب عبد الحميد الهرقيل طرق بياب طرق بياب وإلا محمد صالح الجديدي يا حسر عبد نقولك عبد الرحمة بن عزدين خير تش بدية الله يرحم محمد صالح الجديدي وده ريانة راهو برش الناس ما يعرفوهوش جاء يقرأ من برة جاء يقرأ في مكتب ريانة ولعب في ريانة في اللايسة ريانة اي شكل الافضل شكل الافضل اي اه طرق بياب وخمص راحة جديدة لا طرق بياب طرق بياب دوقت اعتبرت طرق بياب احسن اللاعب خلقته تونس مشانا تاريخ واخده بلوندور واضح مشانا بيه هكا نكمل الحيوانة معك تريفا كمانا انا نحب نعطيك بلوندور ليك انت عليش خاطر انت حسن واحد زد تيك صحة تريفا ربي فضل ان شاء الله نكونوا ما قلق ناكش برشا ان شاء الله ان شاء الله اي اه نعاود القولة يا مستمعين يا متفرجين رأوا هذك هوري يضربوا رأوا ما نحبكم مش نتغشق اي رانينا نكره لا الكلوب لا نكره استاد ما تحبش شوية الكلوب الكلوب بركة يعني تاوي دا استاد تونسان كتير بعد اسبرونس نفرح الى استاد تحبلي نفرح الى استاد فضلك علي باي شرفت اعطيك صحة سريضا يا اي شرف دونك كان هذا اول حوار اللي نستانيونا في حوارات اخرى باش نكملوها على امتداد الموسم الحالي سبحانه خير ببعض